بداية طبعاً الإسماعيلي وضمان بقاءه في الدوري الممتاز بتعادله مع طلاق الجيش بتعادله سلبي أعيز أقول لكم إن الإسماعيلي طبعاً كان عنده مشكلة إسماعيلي لو حتى تم خسم الثلاث نقاط دلوقتي مش هيوصل للنقطة الأربعة وثلاثين لو تم حسم الثلاث نقاط هيوصل للنقطة خمسة وثلاثين وبالتالي هيبقى بعيد تماماً عن أي حسابات النزول إلى الدرجة الثانية لأنه خلاص تحسمت أو تحصرت فيه فريق ودي دجلة والبنك الأهلي في الوقت الحالي بنك الأهلي يكفيه فقط المكسب في المباراة القادمة وبالتالي طبعاً ودي دجلة حتى لو كسب المباراتين القادماتين بالنسبة له هتبقى الأمور انتهت بالنسبة ليه فريق ودي دجلة وتأكده لكن هنشوف بالنسبة ليه المبارات القادمة سواء للبنك الأهلي أو لودي دجلة إيه الوضع في المباريات القادمة والدور الممتاز بالنسبة لهم من بقاء أو صعود أو نزول للدرجة التانية ده بالنسبة ليه نادي الإسماعيلي اللي منبارك له طبعا وجوده في الدور الممتاز وإن كان طبعا زي ما أقول لكم بعض الأمور الإدارية كانت ممكن تأثر بشكل كبير لو لا طبعا الأمور الفنية والأداء المميز في الفترة اللي فاتت والأمور اللي ممكن تكون كان فيها مكسب في الفترة اللي فاتت في ظل وجود كابتن أهاب جلال وبالتالي طبعا الإسماعيلي عدى بمرحلة صعبة أعتقد أنها كانت مرحلة مهمة في تاريخ نادي الإسماعيلي ككل ترجمة نانسي قنقر